26 مستوطنة جاثمة فوق أراضي محافظة سلفيت تضخ مياه العادمة في أوديتها ملوثة بذلك معظم المياه السطحية والينابيع بينما يتعمد الاحتلال وإفراغ محطات تجميع المياه العادمة دفعة واحدة بما تحمله من مخلفات باتت خطرا حقيقيا يهدد البيئة يستغل موسم هطول الأمطار في غاية هذه طبعا جميع أراضي المزارعين الفلسطينيين أغرقت بالمياه العادمة طبعا عزف المزارعون عن زراعة أرضهم بسبب هذه الممارسات التعسهية التي يكون بها الاحتلال طبعا في نهاية المطاف عادة ما يهدف الاحتلال إلى إفراغ الأرض من سكانها الأصليين من مزارعينها وبالتالي تسهيل مصادرة هذه الأراضي بات نقاء المحميات الطبيعية ومنها محمية وادي المطوي إلى الغرب من مدينة سلفيت مهددا بفعل مياه الصرف الصحي الناجمة عن مستوطنات أرائيل ومناطقها الصناعية هناك عملية تهجير ممنهجة للمزارعين في هذه المنطقة لحيويتها بالنسبة لمستوطنة أرائيل هناك طرد للمزارعين هناك إطلاق نار أحيانا على المزارعين هناك منع لجن محصول الزيتون هناك منع للبدو أو رعاة الأغناء من أن يمارسوا أو يقوموا برعي الماشية هناك بالتالي هناك عدة وسائل وإجراءات تكون بها سلطات الاحتلال والمستوطنين أيضا من أجل إفراغ هذه المنطقة التي تعتبر سلة غذاء لمحافظة سلفيت الاحتلال يواصل عمليات الطرد الممنهج ليس فقط في سلفيت بل أيضا في كافة الكرة والبلدات وكافة محافظات الوطن الاحتلال يسعى بكل أدواته التخريبية لتدمير مكونات البيئة في محافظة سلفيت بهدف القضاء على المحاصيل الزراعية وتهجير المواطنين من أجل التوسع الاستيطاني وما بتنا نراه في المحميات الطبيعية دليل واضح على سياسة استيطانية لكن بشكل مغير التدمير الحاصل على الأرض يعكس مدى إصرار الاحتلال بالمضي بالسيطرة عليها ومحوي كل وجود فلسطيني فيها من مدينة سلفيت محمد الشليل تلفزيون فلسطين